أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من الحوار مع الشيخ أحمد سلمان مؤسس مركز أهل البيت للبحوث والدراسات بتونس عالم الدين والمدرس بالحوزة العلمية الشيعية كنا طرحنا معكم قبل الخروج الفاصل شيخنا الحديث عن المسائل العقدية المعقدة التي رسخت وأسست لهذا الالتباس في العلاقة بين سنة وشيعة مساء الاعتقاد في الإمامة مساء الاعتقاد في أحقية الإمام علي رفضكم يعني وصدامية الفكر الشيعي في علاقة بسيرة الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق عثمان وقبلها طبعا عمر بن الخطاب هذه قصة لعنتكم للخلفاء قصة لعنتكم للسيدة عائشة زوجة النبي يعني هذه الالتباسات التي صنعت مناخ التكفير المتبادل مناخ التكفير المركز عليكم من طرف السنة وعديد الكتابات والقراءات السنية جميل دون الخوض في التفاصيل الجزئية لأننا قد نختلف في بعض ما ذكرتم هذه قصة 14 قراءة لن تستغرقها ربا ساعة في مردانش أصل الفكرة هناك تاريخ قسم كبير منه مشترك أنا كشيعي عندي قراءة خاصة لهذا التاريخ وعندي مخرجات لهذا التاريخ هذه المخرجات بعض الشخصيات لتقييم إيجابي لها وبعض الشخصيات لتقييم سلبي لها هل من حق أي طرف أن يمنعني من أن أقدم قراءة خاصة للتاريخ أم لا طبيعي أي عاقل إذا وجه له هذا السؤال سيقول لك الحق هذا الطرف الذي ذكرته يمنعني من أن أقدم موقفي من بعض الخلفاء في المقابل هو عنده موقف سلبي يفتخر به من عم النبي صلى الله عليه وآله أبو طالب ولعلك تعلم أنه شبه إجماع سني أنه في النار مات مشركا ولم ينطق مشهده هذا بحسب قراءتك قراءة تاريخية بالنهاية قراءة تاريخية أنت تعطي لنفسك الحق أن تحكم على عم النبي أنه في النار ولا تعطيني الحق أن أحكم على أي شخص بما أراه أنا أهل له تحكم على عم النبي في النار ووالد النبي في النار وأم النبي في النار وجد النبي في النار لك الحق في ذلك أنا أقدم موقف لشخصية تاريخية أرى أنها قامت ببعض الأفعال السلبية أصبح محاسب أليست هذه قسمة نضيزة؟ ولكن أنت أكثر من أنك تقدم قراءة سلبية أنت لطفتها يعني أنت تقدم تخرج يعني علي عمر مثلا من الملة لو سلمنا بهذا جدلان لو سلمنا بهذا أنت أعطيت لنفسك الحق أن تخرج والد النبي طبعا لا أقصد شخصكم الكريم أقصد القراءة الأخرى القراءة السنية نعم تعطي لنفسها الحق أن تخرج والد النبي ووالدة النبي من الجنة وتدخلهم في النار لك الحق في ذلك لماذا لا تعطي لغيك نفس هذا الحق؟ أرأيت أن القضية لا توجد فيها مقاييس وضوابة عامة تسري على الجميع المفروض أنه لكل إنسان الحق أن يقدم قراءته التي يراها صالحة وأنا لست وصيا عليك وأنت لست وصيا علي الذي يجمعني بك قبل الإسلام وقبل المذهب الإنسانية وعاملك كإنسان ولا علاقة لي بما تعتقد نعم أنا من باب الاحترام ومن أهم مقوماتي ومبادئ التعايش السلمي أن لا أتعدى على رموزك عقيدتي شيء وأن أظهر هذا الأمر وأعتدي على رموزك بما يؤذيك ويثيرك هذا شيء آخر نعم كوني أنا عندي رأي سلبي في شخصية من الشخصيات التاريخية لا يعني أن آتي وأجاهر بهذا الرأي وأقوم بفتنة بإحداث بلبلة في المجتمع لا هذا الشيء وهذا الشيء آخر بالنهاية عودا على بد لماذا لا يكون لكل من الحرية في قراءة التاريخ وإعطاء رأيه لكل جزئية من الجزئيات التاريخية ما المعنى هو هذا السؤال الذي في القرن الواحد والعشرين لابد أن يطرح ما المعنى أن تكون هناك قراءة مخالفة للقراءة السائدة عند عامة الناس ولكن أنت تعيد انتاج نفس اللعبة لكن في الجهة المقابلة يعني عندما تقول ما المانع أن يكون هم أيضا يطرحون عليك نفس السؤال يعني يقول لك الآن ما دمت أقليا فأنت تتمترس وراء منطق التسامح ومنطق التعدد ومنطق اسمح لي بمقاربتي والأسمح لك بمقاربتك لكن لما يستبد لك الأمر فأنك تنقلب أيضا سلطويا تريد أن تفرد قراءتك يقال أنه حتى في المجتمعات التي حكمت فيها المذهب الشيعي حتى اسم عمر ممنوع هذه دعوة تحتاج إلى دليل كيف؟ والتاريخ يثبت عكسها الدولة البويهية مثلا كانت دولة شيعية بلا خلاف أعلى منصب ديني في هذه الدولة كان هو قاضي القضاة وكان صاحب هذا المنصب القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي وهذا القاضي في هذا المنصب في هذه الدولة الشيعية كتب كتابا فيه تقويض لأهم عقائد الشيعة وهو كتاب المغني الذي جزء منه كتاب المغني في الإمامة ورد عليه أحد شيعي من هذه الدولة وبقي في منصبه وعاشت الدولة في حال التسامح الدولة الفاطمية بعيدا عما كتبه المسلمون سواء من محبي هذه الدولة أو من مبغضيها ويل ديرنت صاحب كتاب قصة الحضارة هو يصر على أن هذه الدولة كانت نموذج حضاري للتسامح هذا سنرجع له في قصة لأن الدولة الفاطمية هي قصة تجيع في تونس في أرض إفريقية وهل بالفعل كانت قصة تسامح أم أيضا قصة استهداف يعني للاستهداف مذهبي أيضا هذه شهادة محايد هذه شهادة من محايد نعم وفوض أنها تقبل سنأتي للتفاصيل الخاصة بالقصة التشيع في تونس تحديدا ولكن دعني ولو بإيجاز هذه المسائل الملتبسة في مستوى قصة العقيدة وقصة يعني ألم يحن الآن مغادرة هذه المنطقة لازلنا إلى الآن نقيم حروبا في القرن الواحد والعشرين وأنت تفضلتم يا شيخ بالتذكير أننا نعيش عصرا جديدا ونعيد إنتاج نفس الصراعات الفكرية المصيبة أنها تنتج اقتتالا ودماءا على الأرض حول أحقية الإمام علي بالخلافة بعد النبي لازلنا إلى الآن نناقش حديث الغدير لازلنا الآن نناقش يعني ماذا قال الرسول في خم نعم أتفق معك في أننا لازلنا نعيش بعقلية العصور الوسطى وأنا الذي بدأت بهذا الكلام نعم وأول خطوة لتجاوز هذه المشكلة هي إرساء التسامح مثلا الدولة نرجع إلى الحقوقية الدولة المدنية عندما أسست في أوروبا ومع عذابها الأول جون لوك أول أساس أسس عليه جون لوك الدولة المدنية كان التسامح كان كتابه رسالة في التسامح على ما أذكر العنوان وأسس على هذه الفكرة أنه لا بد أن نعيش حال التسامح مع المختلف وكان أوروبا فيها اقتتال بين المسيحيين الكاتوليك البروتستانت وغيرهم وغيرهم وحرب طاحنة جون لوك قال لن تنتهي هذه القضية لن يصبح كل المسيحيين كاتوليك لن يصبح كل المسيحيين بروتستانت لا بد أن نقبل البعض نحن إذا نريد أن نتجاوز هذه الحالة التي ذكرتمها أول خطوة نعترف ببعض نقر هذا الاختلاف ونقبل هذا الاختلاف والنقطة الأهم أن نقبل بعض كما نحن المشكلة أني أنا أنت تخالفني لا أقبلك إلا إذا صرت مثلي وأنت لا تقبلني إلا إذا صرت مثلك بما أنني مختلف عنك لا تقبلني الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح أن نقر بأننا مختلفون وأن الإسلام فيه أكثر من قراءة ونقبل بعض بهذه القراءة وأنا أعطيك مثال نرجع إلى من واقع تونس الآن الإباضية جزء من تونس لا يتجزأ هل الإباضية عندهم نفس القراءة السنية للخلفاء الأربعة مثلا لا الإباضية عندهم موقف سلبي من الإمام علي عليه السلام لأن الإباضية جاء من أصل خارجي خارجي نعم لماذا تقبل الإباضية ولا نرى هذه الحساسية في التعامل معها لأنها ليس لديها مشروع توسع مذهبي ليس لديها مشروع تغيير للبنية الطائفية السائدة في البلد الإباضية إذن أنت اتهمتنا بشيخ هذا ما يقال هذا ما يقال أنا لا أتهم أنا أنقل لك يا شيخ لا هي هناك أصل فكرة التشيع مرفوض هذا أمر آخر إذن لا بس فليقر الطرف الآخر بأنه يقبل التشيع ويجرم أي مشروع توسعي هل عنده الجرى أن يقبل مثل هذا الشيء دائما نتحدث عن المسألة التي يعبر عنها في النحو المسألة الحمارية باء تجر وباء لا تجر الباء التي تجر سنذهب بها إلى تاريخ تونس جميل لماذا تعتبر أن التشيع أصيل في هذا البلد والفكرة السائدة أن الفكرة التي أجيال متعاقبة تفتح فكرها عليها وعقلها عليها وروحها ووجدانها أن هذا البلد سني مالكي وأن التشيع يعني غريب عن هذا البلد هذه نبتة ليست في أرض لأرض هذا البلد الحكم بيننا وبين أصحاب هذه الدعوة التاريخ فلنرجع إلى أصل دخول الإسلام في تونس فاصل فاطمي تشيع فاصل فاطمي أول ما دخل الإسلام في تونس ابن خلدون مثلا يذكر هذه القضية أن البربر ارتدوا 12 مرة وفعلا البربر أكثر من مرة يسلمون بحسب النقل التاريخي ثم يرتدون ثم يسلمون وهكذا ما السبب في ذلك السبب أنهم لم يقبلوا الإسلام الذي عرض عليهم لكونها الجيوش التي جاءت هي جيوش غازية بالدرجة الأولى وكانت طامعة في ثروات هذه المنطقة سواء الثروة البشرية أو الثروات الأرضية فلذلك البربر رفضوا الإسلام أو رفضوا الصيغة التي جاءتهم للإسلام لأنهم وجدوا شعارات براقة ترفع لكن التطبيق على الأرض لم يكن فعلا الغض الطغير الذي سمعوا به والذي استقبلوه في بدء الأمر استقبال الأبطال فلذلك إذا المنطقة لم تدخل للإسلام مع الفتوحات إنما استسلمت للجيوش التي جاءت بعنوان الفتح وهي جيوش غازية في النهاية يعني أنا قرأت الكتاب شيخ أحمد يعني تتبنى نفس الموقف الاستشراقي بخصوص الفتوحات الإسلامية في بلاد إفريقية في تونس تحديدا حتى حديثكم عن عقبة عقبة وكأنه تصورونه كجنرال فاشي ارتكب مجازر ضد الإنسانية مجازر في حق البربر ويعني في سياق نفس القراءة الانتقائية المذهبية الطائفية حتى عقبة بن نافع يعني شيخ أحمد سلمان يعني تتبنون تجاه نفس موقف المستشرقين هذا يعني غزو عربي أباد البرابرة هو يصرح بهذا هو عقبة بن نافع عندما كان يعاقب رؤساء قبائل البرابرة كان يقطع آذانهم ويقطع أصابعهم ويقول هذا لكي تتأدب ولا تحارب العرب هو النفس العروبي كان في عقبة قوي وهذه النصوص التاريخية التي أرخت لهذه المنطقة من هذه المنطقة مثل كتاب ابن عذاري صاحب كتاب البيان المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب أرخ لهذه القضايا ثم بغض النظر عن من هو صاحب هذا الرأي سواء المستشرق أو مستغرب أو محلي هل المادة التاريخية التي استدل بها على هذه الأمور هي مادة ذات قيمة تاريخية أو لا نحن نعمل بعكس الحكمة الحكمة تقول انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال نحن دائما ولكن شيخ اسمح لي على المقاطعة ولكن أيضا أنت في عملية المخاتلة يسميها خصومكم في هذه الانتقائية في قراءة التاريخ تاريخ الفتوحات الإسلامية في المغرب العربي في إفريقيا بالذات يعني وكأن عقبة بن نافع كان مطالبا في ذاك السياق التاريخي أن يكون منضبطا لمواثيق الدولية حق الإنسان في الحروب لماذا لا تقولنا أي شيء عن المجازر الفاطمية التي ارتكبت في البلد أيضا جميل جدا أولا نفس المذهب الشيعي نفس الشيء هذا سياق تاريخي نحن لم نطالب عقبة بتطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نحن طالبناه بتطبيق أحكام الدين التي هي محل إجماع عندي وعند من يخالفني في تقديم هذه نقطع المعزل لدين الله الفاطمية نأتي للدولة الفاطمية الدولة الفاطمية الكتب التي نقطع عن أنا لا أنزه هذه الدولة يعني يكون واضحا هي دولة مثل كل الدول لها إيجابيات ولها سلبيات لكن عندما نتحدث عن مذابح من الذي نقل هذه المذابح نقلها خصومها هل البحث التاريخي منهج البحث التاريخي الأكاديمي يقبل شهادة الخصم في حق خصمه لا بخلاف النصوص التي نقلت عن عقبة نقلها من يرى عقبة شخصية تاريخية ذات قيمة كبيرة من يرى عقبة بطل بل ويفتخر بها فتصبح هذه الشهادة لها قيمة والشهادة الثانية ليس لها قيمة الآن أنا سأسألك السؤال وماذا تقول في مجازر المعز بن باديس في حق الشيعة الذين كانوا أكثرية في المنطقة لا هو قصة تصفية حسابات سلطة بالنهاية الذين قتلوش الصنهاجيين الذين يصفينوا إرث الدولة الفاطمية نفس الشيء مثلما صفت الدولة الفاطمية إرث من سبقها من السنة أولا هذه تحتاج إلى دليل الدعوة الثانية من الذي قال أن الفاطميين صفوا من بعدهم إذا نرجع للمصادر التاريخية كل منطقة دخلها الفاطميون أعطوا أمانا لأهلي ألم يقع استهداف السنة؟ دليل محتاج دليل حتى الأغالب الذين كانوا يحكمون المصادر التاريخية نقلت أن عبيد الله أو عبد الله المهدي أعطاهم أمانا حتى نفس الأغالب بالعكس الدولة الفاطمية لم تدخل بحروب دخلت باقتناء شخص واحد جاء من المشرق وجد أرضية مهيئة فبايعته قبيلة كتامة تابعتها بقية القبائل واستولى على الأمر هل جاءت الدولة الفاطمية بجيوش جرارة من المشرق وقتلت المنطقة وجعلتهم شيعة؟ نعم فيما بعد خصومهم أشاعوا أنهم فرضوا التشيع على الناس وقتلوا وفعلوا أغم أن التشيع أقدم من الدولة الفاطمية بكثير التشيع دخل تونس تحديدا في سنة 145 للهجرة مع بعثة دينية أرسلها الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام من ذلك الوقت واستشرت تشيع في المنطقة بحيث يذكر بعض المؤرخين أن كل إفريقية أصبحت شيعة في ذلك الوقت قبل دخول الفاطميين بالعكس الفاطميين ليسوا إلا مرحلة من مراحل التشيع في تونس وليس التشيع ربط التشيع بالفاطميين محاولة لجعل التشيع هي موجة مشريقية جاءت إلى بلاد المغرب المغرب العربي ككل وإلا التشيع أقدم بكثير من الفاطميين لماذا لفظه الجسم الاجتماعي في المغرب العربي؟ لماذا كان فاصلا فقط تاريخيا؟ وأنت حتى في قصة المالكية تتهم أن المسألة المالكية تونس كانت قرارا سياسيا من المعزب لبديس الصنهاجي ليست تبنيا ثقافيا أصيلا هي قرار مجرد قرار سياسي إذا كانت قرار سياسي لماذا تجذرت بهذا الاستمرار وهذا الثبات في البنية الثقافية والفكرية والمذهبية بل والروحانية التونسية جميل أولا الاجتماعيا لم يلفظ التشيع التشيع لفظ سياسيا واستتبع هذا القرار السياسي مجازر بشعة جدا وأنا أتعجب من النخب والأكاديميين التوانسة عموما تونسيين كيف يتحدثون عن محاكم التفتيش التي كانت في أوروبا في العصور الوسطى في العصور المظلمة ولم أرى ولا واحدا منهم أشار إلى محاكم التفتيش التي أقيمت في تونس في القرن الخامس للهجرة أقيمت مذابح كبيرة جدا ومحاكم تفتيش قادها بعض الفقهاء وبعض العلماء وأبيد آلاف الشيعة والأهم من هذا أن كتب التاريخ تفتخر بهذه الإبادات الكتب التي أرخت للمنطقة من أهل المنطقة مثلا يعني مثلا لو تقرأ كتاب مناقب محرز ابن خلف سيدي محرز سيدي محرز محرز ابن خلف كان من قادة الإبادة ضد الشيعة في تونس وإلى وقت قريب كان مكتوب في قريب ضريح محرز ابن خلف يلقب بقاهر الشيعة كان هو يشهد أو يقضي ويشهد ويعدم بل من الصور العجيبة التي نقلت في الإبادات الشيعية في تونس والقاضي عياض ينقل هذه الصورة أنهم كانوا يقتلون بالشبهة كانوا يأخذون الشخص ويذهبون به إلى القاضي فيمر بهم أحد في الشارع ماذا تفعلون قال نحن نشك هذا سني أو شيعي قالوا اقتلوه إن كان شيعيا أفلحتم وإن كان سنيا عرجتم بروحي إلى الجنة يعني كانت إبادات عجيبة جدا لم تكن هناك قضية اجتماعيا رفضت المسألة لا قرار سياسي وإلى الآن الإبادات السياسية لها أن تغير ديمغرافية المنطقة ككل هذا الذي حصل في تونس ومارسها الجميع أنا أجرم كل من مارسها سواء كان سنيا أو شيعيا في عهد تسلم الشيعة على السلطة السياسية في تونس في عهد الدولة الفاطمية أيضا ارتكبت المجازل في حق السنة قلت لك أنا لا أبرئ الدولة الفاطمية أنا لا أبرئها تبقى دولة سياسية لها إيجابيات وسلبية لكن أنا الذي رأيته أن من كتب للدولة من الفاطميين جعلها دولة ملائك والذي كتب عنها من غير الفاطميين جعلها دولة شياطين أين الحقيقة الله العالم لم يصلنا التراث كامل في هذه أما المسألة المربكة في نهاية لامر راح ننقش أمرا الآن في سنة جديدة من 2020 يعني هل هذا التوقيت يعني يستطيع أن يستوعب إعادة التفكير في مثل هذه الخلفات يعني أنت الآن مثلا تقول لبعض التونسيين حتى بعد رموزكم يعني كما سيدي محرز بن خلف يعني يعني قاتل في نهاية لامر ومحرض يعني ويرد عليك آخر انظر لمحرز بن خلف مارس ذلك في قرن 19 في إنسانية لازالت متخلفة عن مساري عصري حقوق الإنسان ماذا عن خلخالي في إيران الذي كان يصدر أنت تحدثت عنه أنه يصدر أمر الإعدامي بالشبهة خلخالي في القرن العشرين مع الثورة الإسلامية في إيران الشيعية كان يصدر أحكام الإعدام في ظرف خمس دقائق يعني على المئات قلت لك أنا أجرم كل من يفعل هذا الأمر بغض النظر عن انتمائه هذه قضية فوق الدين هذه إنسانية بالدرجة الأولى لكن عن ذنك فقط انظر مثلا الولايات المتحدة الأمريكية عندما يكون المجتمع حي والمجتمع ينبض بالحياة كريستوف كولومبوس مثلا إلى وقت قريب كان رمز أمريكي كبير أعيدت قراءة سيرة هذا الرجل قدمت إدانات لهذا الرجل أنه ارتكب إبادات في حق السكان الأصليين في الولايات المتحدة صنف أنه مجرم حرب كانت له تماثيل في أكثر من ولاية أزيلت ما المانع؟ ما المانع أن يعادى التاريخ تعادى قراءة التاريخ بين الفينة والأخرى وهذا هو سبب تخلفنا كعرب عموما نحن جبلنا على الجمود جبلنا على البقاء في مكاننا مثل ما يقول الكلمة العربية مكانك سر هذه هي مشكلتنا ما المانع أن تقدم قراءة جديدة حتى في الوجدان والمتخيل التونسي شخصيات كثيرة واقعها شيء ومتخيلها شيء آخر ولكن هذا نسيج اجتماعي هذا نسيج يعني الآن له مهمة وظيفية وحدة مجتمع كيف نعود إلى هذا الماضي لنستجلب منه قراءة تاريخية بعقلية القرن الواحد والعشرين حتى يعني نعين محرز بن الخلف مجرم وعقب بن نافع مجرم حرب أيضا يعني ألا تكون فتنة ألا تكون فتنة هذا هو هذا ما يلام على هنا وحدة المجتمع لا تبنى على الوحدة المذهبية هذا خطأ وحدة المجتمع تبنى على ترسيخ أسس التعايش السلمي المشترك تبنى على ترسيخ أواصر الدولة المدنية التي تنظر للجميع على أنهم سواسية هذا قلناه ولكن اسمح لي شيخ يعني أهم الاحترازات وهذه النقطة الأخيرة التي أريد أن أطرحها معك قصة هذا التشيع وارتباطه كمشروع سياسي يعني الخوف الآن بكل وضوح أن كلما أثير قصة التشيع في تونس تحديدا يثار قصة التوسع الإيراني بالأساس يعني هي قصة ارتبطت بالمعطى السياسي بدور إيراني ما خاصة هذه الأيام يتصاعد الحديث حوله في تونس وأنا أعتقد يعني حتى بقوسين أن هذه الحلقة لن تنجو من مثل هذه القراءات المؤمراتية يعني كيف تجيب على هذه المسألة جميل لابد من الفصل بين أمرين عندما نتحدث عن القضية من جانب ديني الدستور ضمن للمواطن التونسي حرية المعتقد ضمن له حرية ممارسة الشعاء الدينية حرية الضمير إذن عندما يكون عندنا مواطن تونسي شيعي له الحق مثل أي مواطن آخر في ممارسة شعائر الدينية نعم الآن الدولة تخاف من الارتباط بدولة أجنبية لها الحق أن تجرم ذلك لكن لا أن تجرم نفس المذهب لكن إذا كان ذلك هو المدخل هل تقبل أنت اليوم أن يأتي الأوروبيين لأجل ما ذاقوه من الحركات السلفية الجهادية والتفجيرات التي حصلت أن تجرم الإسلام لا هذا التوظيف للإسلام في مشروع سياسي إرهابي نفس الشيء التشيع شيء وتوظيفه شيء آخر فليسمح بالتشيع كمذهب نقي بعيد عن أي ارتباط وليجرم الارتباط أنا مع تجريم أي ارتباط لأنني أنا أرى أن كل دولة بل تتباط بإيران نعم إذا كان هذا الأمر ينافي قوانين الدولة نفس المراجع العظام كفتاوى شرعية يفتون باحترام أنظمة أي دولة هي يطرح عليكم مثلما طرح على كل الشيعة مثلا في لبنان قصة الارتباط لماذا يطرح على الشيعة بالذات لأن في جوهر العقيدة في جوهر المذهب هناك الارتباط الارتباط بالإمام وفي غيبة الإمام الارتباط بالمرجع جميل يعني أقول لك أنا شيعة تونسيون مرتبطون بالحوزة في قم يبدأ الارتباط بهكذا ولماذا ليس في النجف في النجف مثلا نعم أولا هذه المسألة أرجى إلى أننا نعيش بعقلية القرون الوسطى في الولايات المتحدة الأمريكية عند بداية تأسيس هذا البلد طرح هذا النزاع أنه هل يمكن المواطن الكاثوليكي المرتبط بالفاتيكان الموجود في أوروبا أن يكون مواطنا أمريكيا أولى محاضر الآباء المؤسسين للولايات المتحدة طرحت هذه القضية وناقشها وحسمت أنه إذا كان ارتباطا روحيا دينيا فلا بأس في ذلك واعتبر الكاثوليكي مواطنا أمريكيا هذا قبل 250 سنة 250 سنة لحكاية وفيت عندهم صحيح لازلنا اليوم نحن نحاول بل نخاف من طرح هذه القضية المحسومة أين نحن من هذا العالم المتقدم صار بيننا وبينهم سنوات ضوئية لكن العالم الآن يعاين توسع يعني الدور الإيراني السياسي يعني مداخله للتوسع لخلق مجال حيوي السياسي أقول هو المدخل المذهبي ونشر التشيع فليجرم هذا التوظيف إذا الدولة ترى أن هذا الأمر خطر فلتجرم توظيف هذا المذهب في الجانب السياسي وإلا هل يقبل مسلم أن يجرم الإسلام في أوروبا لأنه وظف مشروع سياسي لا بد من التفكيك بين الأبغاية واضح كلمتك الأخيرة ستكون كلمة حرة أنك تخاطب الآن تونسيين وأنت تونسي يتساءل يعني الجميع يعني هذا التونسي بلكنة مشرقية ماذا تقول الجمهور الذي يشاهدنا اليوم الشيخ أحمد سلمان لا بد أن يعلم كل تونسي أن التشيع أصيل في هذه البلاد دخل إلى هذه البلاد مع دخول الإسلام بل هو المذهب الذي قبله أهل هذه البلاد وبقي فيها قرونا لو لا المتغيرات السياسية وكما يقول ابن أبي ضياف عندما يتحدث عن أهل إفريقية يقول أنهم جبلوا على محبة أهل البيت عليهم السلام حتى أن نساءهم عند الولادة ينادون يا محمد يا علي فالتشيع حاضر بقوة نعم السياسة والأوراق وخلط الأوراق السياسية هي التي ولدت حواجز حقيقية بين الإنسان العادي وبين التشيع أصبحت هذه الحساسية موجودة وإلا التشيع لا يختلف على أي مذهب إسلامي آخر هل تشتغلون أخيرا على حوار سني شيعي على الأقل في تونس الآن تشتغل المؤسسة مركز أهل البيت للبحوث ودراسات هل تشتغلون هناك شباب في حاجة لمثل هذه الحوارات حتى تسقط حواجز الكراهية والحقد والتكفير المتبادل نعم هذا من أولويات هذا المركز هو تذويب كل الجليد الذي بين المسلمين بل بين البشر نحن ندعو ليس فقط لتقارب إسلامي بل إلى تقارب إنساني أن نتجاوز كل هذه الفروقات وأن نرتقي بهذا المجتمع يعني من المعيب أن يبقى العرب في هذه الدوامة ويبقى الاقتتال في العالم والمشاكل الطائفية والمذهبية محصورة في هذا المكان وكل العالم يعيش بسلامة شيخ أحمد سلمان مؤسس مركز أهل البيت للبحوث والدراسات في تونس عالم الدين والمدرس بالحوزة العلمية الشيعية شكرا جزيلا على قبولك هذه الاستضافة عزيزي للمشاهدين إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ هذا برنامج سئيس كامل فريق البرنامج نحيينكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة